أوقات كتيرة ممكن نقابل شخص نقول الشخص ده نرجسي سواء بقى كان في العمل أو كصديق أو حتى من أهل البيت من الأقارب والأصدقاء الشخصية دي دايما عندها شعور بالذات شايف أنه هو أفضل من الناس عنده دايما الأنا عالية شوية دايما هو بتكلم بيقول أنا عملت دايما حسس أنه هو فوق والناس كلها تحت وغالبا بيكون أناني جدا في تصرفاته يا بسانت أنا مش عايزة أقول غالبا بيبقى برجي إيه بالزبط بس دايما تلاقي أبراج معينة عندها الآن عالية جدا ما أعتقدش أن الموضوع لي علاقة بالأبراج هنعرف من أهل الخبرة والعلم يعني إزاي نتعامل بطريقة صحيحة مع الشخص اللي عنده اضطراب الشخصية النرجسية يعني خليني أقول كتير من الأوقات بعد ما قرينا عن الموضوع ده وبعد ما بنسمع كتير قوي أنه فولان ده نرجسي فولان ده طاقسيك فولان ده مش عارفة عامل إزاي على فكرة ده بيبقى ساعات مارض يعني مش شرط يكون الشخص ده مهوس بنفسه كده لوحده يعني أكيد في حاجة حصلت في الطفولة وصلته للي هو في ده إزاي نتعامل مع الشخصية دي إزاي نعرفها إزاي نحمي نفسنا من الشخص اللي عنده النرجسية العالية دي هتعرفنا كل ده دكتورة هند قطب استشاري الصحة النفسية اللي منورنا النهارده صباح الفل عليك يا دعوة صباح الخير صباح الخير فانك صباح الخير يبقى صعب قوي لما تضطري تتعاملي مع الشخص النرجسي سواء في البيت أو في الشغل بيبقى ولو عندك لتنين يبقى حد داعي عليكي وانت صغير يعني حد ايه الدكي كده دعوة جبت الموضوع لأرض خلص ازاي أعرف الأول الشخص النرجسي لأنه النهارده للأسف بقينا من كتر ما احنا بنحلل بزيادة بقينا ساعات كتيرة قوي نقول على أي حد واي حاجة ده شخص نرجسي أعرف ازاي انه ده النرجسي وإيه الفرق بين النرجسي والطاكسيك أول حاجة طبعا احنا لازم نوضح للناس ان الشخصية النرجسية مش نوع من أنواع الشخصية ولا هو شخصية سوية النرجسية نوع من أنواع التراب الشخصية فالشخص النرجسي ده شخص مضطرب يعني شخص مش طبيعي أما الشخص النرجسي نعرفه إزاي ففيه حاجات طبعا فيه سفات كتير بس إحنا هتجمعها يعني في أربع حاجات بتبقى أساسية في شخصيته أول حاجة أنه هو بينكر تماما أنه هو نرجسي يعني حتى هم لما يفكروا يبدأوا علاقتهم الاجتماعية تتطرب مع الناس ويبدأوا يحسوا بأن فيه مشكلة يعني لقى الناس بتبعد عننا أو ربنا يرزقهم بحد بقى عارف أنه هم نرجسيين وفعلا متأكد من ده يبتدي يتعامل معاهم بالطريقة الصح فيحسوا أن هم بيغزهم يعني وبيضيقهم قوي أن حد يعرف أن هم نرجسيين ويبتدي يستخدم معهم الطرق اللي إحنا هنقولها الصح دي فهو يفكر أن هو يروح لدكتور هو بيبقى أو هي ما بيروحوش عشان هم نرجسيين العكس هم بينكروا ده تماما هم بيروحوا عشان هم عندهم مشكلة قلق أو مشكلة اكتئاب بس لكن هو ما بيعترفش أبدا أنه هو نرجسي تاني حاجة طبعا ودي أهم حاجة في الموضوع أنه هم بيتميزوا بالأنانية يعني بتلاقي إنسان أناني لدرجة عالية جدا هو دايما بيفكر في نفسه بس ما بيفكرش في مشاعر الشخص اللي قدامه يعني أيا كان مثلا لو هو زوج مش بيهتم خالص إن هي مراته مبسوطة ولا لأ لو هو في علاقة الطرف التاني أو هي مثلا لو في علاقة الطرف التاني معها مبسوط متدايق ما بيهتمش خالص بمشاعر الناس اللي حواليه أهم حاجة هو برضو الإفراط في تأدير الزيت هو دايما بيقضى نفسه جدا ودايما بيحاول يحصل أو بتحاول تحصل على الاهتمام بشكل حتى لو سلبي أو إيجابي يعني هي ممكن مثلا تلاقيها بتقول مثلا شكلك حلو أنت النهاردة شكلك حلو لقيته مثلا مش مهتم بيها أو برضو العكس عشان أنا بس مش عايز أتكلم عشان إحنا دايما بنقول الراجل الراجل لا هو برضو فيه ستات نرجسيين وبيبقى الموضوع معهم أصعب يعني بس هو مثلا يروح يقول لها لو هي مش مهتمية بيها أو حاجة يروح يقول لها شكلك حلو لو هي مثلا قالت له إيه ده أنت قلت لي شكلك حلو أنا ما حدش بيقول لك كلام الحلو ده أنت بجد أحسن واحد في الدنيا أنت يعني حد كويس جدا ده كمان نفس النوع لو خلينا نقول في العلاقات اللي هو لو قطعته مع بعض مثلا يرجع يكلمك صح؟ يعني لو قطعته لأي سبب وابتدأ يحس أن الشخصية دي بتتخطى العلاقة دي يرجع يكلمها على طول عشان ما تتخطاش العلاقة دي هو دايما أصلا بيبقى دايما الطريقة اللي هو بيستطد بيها الناس أو بيحاول أنه يقرب من ناس معينين الناس دي هو في الأول بيبقى شخصي مثالي جدا ده بجد يعني بيتماس بالمثالية الزايدة فلحد ما هو بيوصل للشخص اللي قدامه وعايز يحسس اللي قدامه أن أنت ساعدتك ومتأديرك لذاتك بتحصل عليه من خلالي فأول ما نحس أن الشخص ده فعلا هو ده اللي بيأثر فيه زي دي أنه هو دايما بيحس مهما لو أنت مثلا بتحكي له موقف أو هو بيحكي لك موقف أو حاجة بتلاقي أن الاهتمام دايما تلاقيه أنت لسه بتحكي بتقوله مثلا عملت حاجة كويسة كذا أو أنا نجحت في شغل يقولك آه أنت عارفة أن أنا نجحت من كم يوم وحصل كذا ويحكي نفس الموقف عليه بس بتأدير زيادة فدايما هو في أثناء الحوار بيبان برضو الشخص النرجسي في طريقته في الكلام دي زي دي أنه هو بيبقى عنده يعني حتة أنه هو مش بيهتم يعني بنفسه أو هو مش مقدر ذاته زي ما احنا بنبقى شايفين هو بيبقى حد فعلا عنده دايما قلق يعني هو قلق من الفشل يعني على الرغم أنه بيظهر عكس كده تماما بس لو حد بيفهم في الموضوع ولا ثقة قليلة في النفس لا هو العكس هو قدامنا يعني ظهريا قدام نفسه لا قدام نفسه هو بيبقى عنده مشاكل يعني في الطفولة وطبعا إحنا هنتكلم عليها لأن دي طبعا الأسباب اللي بتعمل نرجسية عشان الناس برضو تخلي بالها يعني لأن يعني بيتعرض لحاجات في أثناء يعني تربيته في الطفولة وكده طبعا اللي هي أي فندم يعني الحاجات اللي بتكون الشخص النرجسي هو بص الإهتمام الزايد يعني الإهتمام الزايد أو يعني العدم الإهمال الزايد الاتنين مع بعض بيقدوا الشخص النرجسي لأن الشخص النرجسي إحنا لو نلاحظ إنه هو دايما بيعظم جدا في الحاجة اللي هو بيعملها ليه لو إحنا بنهتم بيه وهو صغير لو الطفل اهتمامنا بيه زايد وبندلعه قوي يعني مثلا عمل حاجة عادية مثلا شط الكورة برافو عليك إنت شطها كويس قوي إيش هطارة دي إنت محدش يعرف يعمل اللي إنت بتعمله وإيش ونسقف له طبعا ونتلم حواليه يعني بني دي له حاجة اسمها إحنا بنقولها فعالي نفس فوقية غير مستحقة طب ممكن يكون تشجيع فأنا لا ما هو فيه فرق بين أن أنا أما أعمل حاجة تشجعني يعني أدي تشجيع لأدي الحاجة اللي حصلت يعني مثلا ابني نجح كل أصحابه نجحه ما فيش تقديرين ليه أفضل أقول له إنت بروفو عليك إزاي عملت ده ومحاسسه أنه ما هو هيفضل يخرج في المدرسة مثلا أول ما يوصل مثلا لسن المدرسة بيعمل حاجة في الكلاس فميس عادي أنت عملت حاجة زي بقيت الولاد كلهم ركبوا عملوا بازل كلهم عملوا فهي مثلا إيه لازم يعمل حاجة عشان يستحق التشجيع الزيادة لو ما عملش ما فيش فهو يبتدي يعمل إيه يبتدي هو يندهلها تعالي بس يا ميسا أنا عملت إيه بس يا حلوة زي بس يا عملتها زي ويبقى مستغرب يبص إنشي ليه مش بتعمليني زي ها فين رد الفعل احنا متخيلين ولادنا احنا في موقف دي صح لا لا برضو الإهمال الزايد هو بيبقى عنده نقص في حتة إشباع الاهتمام بي ده يعني هو مثلا إيه بيعمل أي حاجة مثلا يروح يوريها لأهله فكويس يا حبيبي يل مو أنا نجحت جبت بوسي أنا جايب كان بوسي ميس ميدياني سلتفكت ميدياني ستار مش عارف اي تقول ماشي حبيبي كويس فهو طبعا بيحصل بيجبر على كده مثلا نجح في سنوية عامة جاب مثلا تأدير في الجامعة هو طول حياته بيتعامل بالطريقة دي فأول ما يبقى في منصب أو يمسك حاجة معينة أو مثلا أو يتجوز أو حاجة بيبقى عايز بقى الشخصية دي تعمله إشباع للحاجة لنقصة فعشان كده احنا بنقول إن الإهمال الزايد أو الاهتمام الزايد اللي اتنين يعملوا نفس الشخصية يعني واحد اتعود على دفع عايز ياخده من كل الناس وهو يعني بيحصل له إشباع لما قدامه يديله الحاجة دي لأنه هو اتعود فطول ما انت ما بتدلوش دي بقى انت ما بتحبهوش طب زميل العمل أو المدير أو يعني بعض الناس بتشتغل في بيئة معينة مضطرة نتتعامل مع الأشخاص دي عدد ساعات طويل قوي عرف إزاي لو زميلي في الشغل عنده نرجسية وتعامل إزاي مع الشخص ده طبعا احنا عندنا نوعين احنا عندنا لو احنا في علاقة عادية زي ما حضرتك لسه قيلة مثلا ان علاقة شغل أو هي علاقة بقى فيه ارتباط كزوج وابن وكده دي هتفرق ودي هتفرق اني مثلا لو علاقة شغل انا حاولي انا تجنب الشخصية دي هو بي ايه اللي بيعمله هو بيحاول دايما ان هو يقلل منك ويزود من دوره لا هو لما يجي يتكلم مثلا عن دوره او حاجة انت برضو قولي ان خلصت شغلي بالشكل ده هو ما بيحبش ان حد ينتقده خالص يعني هو ممكن يتعب جدا ان حد ينتقده لا هو انت هو ما يحاول يقلل منك يعني هو حاطت نفسه في تأدير ذات معين في مستوى معين انت تحطي نفسك في نفس المستوى هتقولي لي لا ما هو كده هتضايق مني لا مش هو مش هيبعدك او كده هبقى نرجيسي زي لا لا خالص هو انت بتعمل مستوى فيه فرق بين انك انت تكون الشخصية اللي كل الناس شايفها كده او ان انت شخص رد فعل ما هو فيه فرق بين الشخص اللي بيعمل الفعل وشخص اللي بيعمل رد الفعل فبتعامل مع الشخص ده بس كده اه يعني مثلا هل مثلا انا مثلا انا بتعامل في العيادة اما انا اتعامل مع مريض معين بشكل معين عنده مشكلة هل انا كده هبقى عيانة زي لا انا بتعامل دي طريقة علاج فانت بتعالجه على فكر هو هيتجنبك انت وهيعمل كده مع حد تاني بس هو مش هي يعني مايدخلش نفسه ما بيحبش يحس بالفشل فهو انت بتحطه في حتة اللي هو ايه يعني اتعالى لحد عندي انا فهو كون لما يجي يعمل لو لقاك ان انت حد يعني احنا نقول صيدة بقى بالنسباله لو هو عم يجي يقلل منك ويزود تأديره لذاته فانت بتسمح بدا هو خلاص كده طيب هل الموضوع ليه علاقة بالابراج عشان بس انت كنت بتتكلم في الموضوع لا خالص للأسف س انتقيني بعد الهواء هقولك الابراج اللي تقدري تعرفي هو بوسي هيا بس فكرة يعني جاية كده بلتقن معي فانتقل بس الفكرة ان احنا دايما لما بنتكلم في حاجة لها علاقة بالتخصيات او حاجة بنحاول ان احنا نقلل فكرة ان احنا نبعد عن الابراج لان فيه ناس كتير جدا يعني فيه يعني فيه ناس طبعا بتؤمن بيها جدا وفيه ناس بتحس ان هي مش يعني يعني ما بيتمدوش عليها فاحنا نتكلم في الحاجات العامة لكل الناس يعني تقدر ان هي تلاحظها عشان فيه شخصيات نرجسية كتير جدا في حياتنا يعني عندهم الاتراب ده فنقول الناس كل الناس تتعامل معها ازاي على كل حال لو يعني حضراتكم بتفرجوا علينا دلوقتي وقدرتوا تحددوا شخصية بتتعاملوا معها في حياتكم سواء في الشغل سواء في البيت في البيت خلص مش هتقدروا تعملوا حاجة لكن لو حد بر يعني في حياتكم لسه ملوش سلطة عليكم قدرتوا تعرفوا ان الشخص ده النرجسي حاولوا على قد ما تقدروا تبعدوا عن الشخصية دي عشان تحفظوا على سلامكم النفسي وعلى صحاتكم النفسية لانه دي من اهم الحاجات اللي كلنا بنحاول نشتغل عليها طول الوقت شكرا ديكي دكتورة هند قطب استشاري الصحة النفسية على توجودك معنا شكرا يا فندا شكرا جزيلا اهلا